بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله عن درس جديد ألا وهو درس صلاة التطوع وهذا الدرس بإذن الله سيكون مقسوما على جزئين سنأخذ الجزئية الأولى في هذا الدرس والجزئية الثانية ستكون في الدرس القادم بحول الله ولكن سبق في الدرس الماضي أن أخذنا أحسنتم أحكام المسبوقة فدعونا نتذكر أهم العناصر في هذا الدرس وقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا واستفدنا من هذا الحديث عدة فوائد أن المسلماء إذا خرج إلى المسجد فإنه يمشي بهدوء ولا يستعجل استفدنا أيضا أنه إذا أدرك الناس يصلون فإنه يدخل معهم في الصلاة مباشرة أيضا استفدنا من هذا الحديث أنه لا يشوش على المصلين في صلاتهم وذلك بالجري وإحداث الصوت وغير ذلك لتنبيه الإمام لإدراك الركوع بل يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام في صلاته استفدنا أيضا أنه إذا فاته شيء من الصلاة فإنه يكمل صلاته بعد سلام الإمام بقدر ما فاته مع الجماعة واستفدنا أيضا أن إدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركوع وأخذنا أيضا أن المسبوق يقضي ما فاته من الصلاة بعد أن يسلم الإمام أحسنتم التسليمة الثانية وأيضا استفدنا أنه يستحب لمن فاتته الجماعة أن يصلي مع جماعة أخرى وأيضا يستحب لبعض جماعة المسجد أنه إذا دخل إنسان قد فاتته الجماعة ولم يجد جماعة أخرى أن يقوم أحد فيتبرع فيصلي معه وذلك لحديث أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه الآن بعد أن استعرضنا أهم العناصر في الدرس الماضي نأتي إلى درسنا ونأخذ فيه الجزئية الأولى المتعلقة بصلاة التطوع لا شك أن صلاة التطوع لها فضل خاص ولها فضل عظيم كيف ذا وهي عبادة من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى والآن دعونا نستمع إلى هذا الحديث والذي من خلاله سنستخرج فضل صلاة التطوع عن تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته هذا الحديث العظيم يرشدنا إلى فضل صلاة التطوع إذن ما هو فضل صلاة التطوع نقول أن صلاة التطوع تكمل أحسنتم نعم تكمل النقص الحاصل في الفريضة لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس في يوم القيامة على الصلاة وهي صلاة الفريضة فإن وجد في صلاة الفريضة تقصير أو نقص فيقول الله للملائكة انظروا هل له صلاة تطوع فتكمل النقص الحاصل في الفريضة أو لا إذن فنستفيد من هذا أن صلاة التطوع تكمل النقص وتجبر النقص الحاصل في الفريضة ومعنى هذا أننا نكثر من صلاة التطوع لأن الإنسان يحصل له خلل ويحصل له قصور في صلاة الفريضة وكيف نكمل هذا النقص وهذا الخلل وهذا القصور إلا بالإكثار من صلاة التطوع الآن نريد أن نبين الفرق بين صلاة التطوع والصلاة المفروضة فنقول نعم نقول إخواني وأخواتي أن صلاة التطوع مستحبة والحرص عليها يكمل النقص الحاصل في الفريضة أما الفريضة فهي واجبة ولا يجوز للإنسان تركها وهي التي يحاسب عنها العبد يوم القيامة إذن الفرق واضح وجلي بين صلاة التطوع والفريضة أن التطوع مستحبة ومكملة للفريضة أما الفريضة فهي الواجبة والفرض والتي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة الآن نأتي إلى أنواع صلاة التطوع هناك أنواع كثيرة لصلاة التطوع ولكن أهم هذه الصلوات أولا السنن الرواتب السنن الرواتب وبعد قليل سنستعرض ما هي هذه السنن الرواتب وكم عددها ومتى تصلى الثاني وهو الوتر وهو الوتر والوتر من أعظم العبادات ومن أعظم الصلوات بعد الفريضة وقد كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حال إقامته من أهمية لأهمية الوتر بل إنه عليه الصلاة والسلام إذا فاته الوتر في الليل قضاه في النهار مما يدل على أهمية الوتر أيضا من الصلوات العظيمة والمهمة صلاة الضحاء والتي تكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أي بقدر رمح إلى قبيل الزوال إلى قبيل الزوال زوال الشمس هذه أهم وأفضل صلوات التطوع السنن الرواتب صلاة الوتر وكذلك صلاة الضحاء الآن نتحدث عن السنن الرواتب السنن الرواتب هي ثنت عشرة ركعة إذن عددها ثنت عشرة ركعة تفعل متى؟ تفعل مع الصلوات المفروضة مع الصلوات المفروضة ما هي هذه السنن الرواتب يوضحها حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر إذن هذا الحديث عدد لنا السنن الرواتب الاثني عشر سنأخذها أيضا بعد قليل ونفصل فيها ولكن قبل أن نبدأ في ذلك دعونا نسأل هذا السؤال ما الصلاة التي ليس لها سنة راتبة إذا تأملنا الحديث جيدا وجدنا أنه نص على صلاة الظهر والمغرب والعشاء والفجر إذن تبقت صلاة ليست فيها سنة راتبة وهي صلاة أحسنتم نعم وهي صلاة العصر فصلاة العصر لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بسنة راتبة لا قبلها ولا بعدها السؤال الثاني ما جزاء من حافظ على أداء السنن الرواتب جزاؤه أحسنتم يبني الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة الشرط أن يحافظ على أداء هذه الصلوات بشكل دائم وبشكل مستمر الآن نأتي إخواني وأخواتي إلى الفرق بين السنن الرواتب وبقية النوافل فنقول أن السنن الرواتب تؤدى بعد الصلوات المفروضة أو قبلها إذن السنن الرواتب نؤديها إما بعد الصلاة المفروضة أو قبل الصلاة المفروضة أما بقية النوافل فتؤدى في أي وقت عدا أوقات النهي وأوقات النهي هذه سيأتي لها درس مستقل بإذن الله تعالى الآن دعونا نتذكر مرة أخرى السنن الرواتب فالسنن الرواتب السنة الأولى أن يؤديها أربع ركعات قبل الظهر إذن قبل الظهر أربع ركعات ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعتين ثم بعد الصلاة يأتي بركعتين أيضا إذن هذه ست ركعات لصلاة الظهر ست ركعات لصلاة الظهر أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتان بعد المغرب إذن بعد صلاة المغرب يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب يصلي ركعتين هذه ثمان وبعد العشاء يصلي أيضا ركعتين وبعد العشاء يصلي ركعتين فهذه عشر وركعتان قبل الفجر فهذه إثنى عشرة ركعة إثنى عشرة ركعة نعيد للمرة الأخيرة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قبل الفجر إذن هذه السنن الرواتب وعرفنا أنها مرتبطة بالصلوات المفروضة وأن من حافظ عليها بن الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة إذن هذه إخواني وأخواتي الجزئية الأولى بالنسبة لصلاة التطوع وسوف نكمل بإذن الله تعالى الجزئية الثانية في الدرس القادم بحول الله تعالى إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته